برج الحمل يعني بيحب كتير يكون اجتماعي وكزا فبهاي الفترة رح يكون طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادر رح يكون بعيد نوعا ما يعني بحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام اه مو شرط مع الشريك اه او مع الحبيب اه او العاطفة بشكل عام اه حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورا انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة اه بده يكون لحاله خلينا نقول لفترة اه يعني اه تأمل اه فترة شوي زعل عم يزعل وعم بفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بنبرج الحمل لش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص اه قدامه عم بشوف في فرصتين اه قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقط بوحدة منهم على فكرة في واحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي مع حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع في فرصتين رح تختار الفرصة اللي من اه واحدة منهم فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط اه من ناحية العمل ايضا في ترقي في العمل في اه فكرة جديدة كنت لك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة رح اه يعني رح تطبق هذا الموضوع اما يكون اه ريسيرج او انا شايف فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي رح اه يتبلور في هاي الفترة ورح يعني كيف اه برج الحمل رح يلمع نجمه اه في هاي الفترة. اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او فيه شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه في اه انا بحكي بشكل عام اه يعني اه مو شرط منفصلين او 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 على علاقة بشكل عام اه الشريكة عم بيكون شوي بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه فرصة تاني رح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه لبرج الحمل حتى العزاب اه منهم والمنفصلين كمان رح تكون فيه اه فرصة كتير حلوة اه شخص اه خلينا نقول على تناغم على هارموني اه معك اه رح يزهر اه فجأة ممكن باجواء الشغل ممكن بي اه لقاءات مع الاصحاب او كزا بس انا شايف فيه جمعة يعني في فيه جمعة حتتتعرف اه عليها فيها على هذا الشخص اه الجديد اه رح يكون شوي شبهك لبرج الحمل اه بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول اه للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه كتير احتمال كبير انه يصير اه فيه مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل اه مع انه انا شفت انه اه طاقتك هاي الفترة اه ما اخد خطوة لورا وما عم تكون اه مقدام او ما عم تعطي اه خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالورا اللي سحبنا انه انت معقول انه تاخد خطوة ناحية اه الحبيب وشايفة حتى اللبس نفسه حتى الافكار رح تكون كتير متقاربة اه الحبيب رح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفة عم بستنى بفارر الصبر لحتى برج الحمل اه يحكي معه فيعني حلو كتير اه شايفة فيه كتير اه تناغم هاي الفترة بناتكم اه شايفة انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا اه لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع اه مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفة انه اه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي اه واقفين في طريق هاي العلاقة رح شوي خف اه دورهم شايفة فيه لقاءات اه متعددة لبرج الحمل مع الحبيب اه حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل اه كلا الحالتين اه رح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة اه تناغم فيه ترابط اه روحي اه فيه اتفاق على اه امور كان قبل اه عم بتشاجروا عليها عم تتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير اه في خلينا نقول اه تتفقوا مع بعض اه رح تعدوا رح تتفقوا مع بعض اه الشخص اللي اه كتير كان ماخد موقف من برج الحمل رح يكون اه خلينا نقول اه رح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية الشريك لابرج الحمل كان على يعني حدية وعلى اه عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها رح يكون فيه اه اللي هو لين من الطرفين الطرفين رح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو فعاطفيا عم بشوف تروت كتير حلوة لبرج الحمل اه شايفة فيه يعني انتو التنين رح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف اه اه يعني كان واقف اه موجود اه بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة اه عم بشوف اه شريكك يا برج الحمل مطلقت فيك يعني وكتير شريك اه ففيه تبادل مشاعر عم بشوف اه من برج الحمل ومن الطرف الاخر عم بشوف نفس اه الاقبال او نفس اه الافكار بالفترة اه الجاي شي خلو كتير اه بالعقل الباطن لبرج الحمل اه رح يكون كتير مترقب وعم يفكر بي اه موضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي اه او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع رح يصير بالزبط متل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر التسعة اه رح يكون اه خلينا نقول متبلور او موجود اه متل ما بدك وزيادة مبين انه اه رح يصير في خلينا نقول اه اللي هي تسهيلات اه لهذا الموضوع انه يصير اه عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن اه شايف انه خوفك مش بمحله ابدا اه بالنسبة للفيري كار طلعت لك اه ايدنتي اه بيقولك اعبر عن حالك اكتر اه اه يعني حتى قدام الاشخاص اه اللي ما بيعرفوك قدم احلى اه ما عندك هاي الفترة لانه يعني مبين من الطاقة ومن الاوراق انه اه رح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل اه حتى الصحة عم بشوفها اه رايحة من اه ما كان كتير صعب من مكان كتير اه خلينا نقول اه صحة ما كانت اه اوكي يمكن الصحة النفسية مشرط اه بس اه عضويا اه لكن رايحة للمطرح الحلو شايفة عم تهتم منيح بمصلحتك اه بصحتك اه ايدنتي بيقولك انه كون انت على قد ما تقدر اه كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول ته اه ترضي اطراف كتير اه ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة اه لا بيقولك انت عبر بس عن اه شخصيتك وعن هويتك اللي انت اه يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبره خلي العالم اه تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل اه عم بشوفه كتير عم يهتم في حاله من بعد اه فترة شوي اهمال اه اه وخاصة بنات اه الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم اه رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اه اكتر اشي وبيقولك كن صريح كتير مع حالك ازا اهم اشي اه انت يا برج الحمل بهاي الفترة اه خلينا نشوف اوراكلز اه بيقولك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالوراء اه بيقولك انه الشغلة اللي كنت تراسم عليها اليك فترة اه طويلة او حلمك اه ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن اه بدون يعني تحريك منك وفعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما في اللي هو مبادرات او ما في خلينا نقول وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد اه وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه ازا حكيت رح تسعل ناس كتير فشايف يعني كروت حلوة عم بيقولك اه انه يو كان اوفركم انيثنج انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك ايا اللي قلنا عنه اللي اه عم تحلم فيه الى فترة اه طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل بهاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل اه عم اه او هو بنصحك اه الوراء انه تجمع معلومات انه تأول اللي عندك اياهم اه يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او شراكة ممكن تفكر فيها اه رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بيقولك علشان تكون انت على اتم استعداد اه على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع اه لازم تقوي شوي اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اللي خلينا نقول المشروع محتاجها اه وكمان انا شايفي بالوراء فيه شريك بالعمل او فيه شخص ممكن تشتغل معاه اه مو شرط اتنين تفتحه شركة ممكن تكونه على نفس بالشغل اه الجديد اللي قلنا عنه او بالقديم حتى اه فبيقولك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخص اه لانه يعني فيه شغلات رح تكون مخفية عنك فحاول انك اه اتدور على على اكتر اه يعني معلومات ممكنة اه في هاي الفترة